السلام عليكم يا حبيبي عاملين ايه؟ تعالوا نشوف الخبر ده كده معنا بسبب المتسابقة المصرية الوحيدة في نهائي The Voice احلام تتصدر جوجل تعالوا نشوف الخبر ده كده تصدرت الفنان الاماراتية احلام مؤشر البحث جوجل في مصر بالالاف من عمليات البحث بسبب وصول المتسابقة المصرية ايمان عبدالغني من فريق احلام الى مرحلة النهائيات في برنامج The Voice في نسخاته الخامسة بعد ان حصلت على ثقة الجمهور ايمان عبدالغني تمكنت من خطف الانظار في البرنامج منذ الحالة الاولى بعد ان حظى صوتها على اعجاب المدربين الاربعة الى ان الفنان احلام كانت المدربة الوحيدة التي قررت ان تضمها الى فريقها وهو ما جعل ايمان عبدالغني تقول ان صوتها يستحق ان يلتف لها المدربون الاربعة تلك الكلمات احدثت سوء فهم بين المتسابقة والمدربين الاربعة الذين اعتقدوا انها مصابة بالغرور وهو ما جعل الفنان احلام تنفرد بها في الجلسة لتوضح لها ان كلمتها تم فهمها بشكل خاطئ ايمان عبدالغني ابنة دار الاوبرة المصرية وتمكنت مهبتها من قلب الموازين في المراحل النهائية حيث اكدت احلام في احدى الحلقات ان كلامها لم يكن غرورا ولكن ثقة بموهبتها التي تستحق ان يلتف لها المدربون الاربعة وهو ما جعل محمد حماء يسعى لخطفها في المراحل النهائية الى ان قوانين البرنامج لا تسمح بذلك اعجاب المدربون الاربعة بايمان عبدالغني لم يقتصر على صوتها ولكنهم اسنوا على قدرتها في انقاس وزنها 10 كيلو جرام تمكنت ايمان عبدالغني بصوتها من الدخول لقائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة عبر اليوتيوب من خلال عدد من الاغاني التي قامت بتأباء دائها في البرنامج ومنها يامر الامر على الباب